كورونا يصل لقيادات جديدة بالأسرة الحاكمة في قطر ومخاوف من أن تصبح الدوحة بؤرة لتفشي المرض بالخريج بعد تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في قطر وإصابة 460 شخص بالفيروس القاتل وتخلي تميم بن حمد عن المواطنين العالقين في مطار حمد الدولي لمدة يومين دون طعام سادت حالة من الغضب بين المواطنين بسبب تدني أداء الحكومة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا ورغم أن الحكومة تترك العشرات من المواطنين عالقين في مطار حمد الدولي إلا أنها سمحت بوصول الرحلات الإيرانية ومغادرتها من المطارات القطرية رغم تفشي فيروس كورونا في إيران ووصل الكورونا للعائلة الحاكمة في قطر فقد أصيب اثنان من العمال بقصر رئيس الوزراء السابق ناصر الثاني بفيروس كورونا المستجد ما أدى إلى الاشتباه في انتقال العدوى إلى رئيس الوزراء السابق عبد الله بن ناصر الثاني حيث أكد أحد أفراد العائلة الحاكمة في قطر خبر الاشتباه في إصابته بكورونا ووضعه في الحجر الصحي لمدة 14 يوم وزعمت السلطات القطرية أن السبب في خضوعه للحجر الصحي إجراء احترازي لجميع العائدين من الخارج ولكن الفيروس يتفشى بسرعة كبيرة في الدوحة ويصل إلى المسؤولين والحكومة ما يرجح أن تصبح قطر بؤرة تفشي الوباء في الخليج وتتصدر الدوحة قوائم الإصابات بكورونا إثر تأخر نظام تميم في إصدار القرارات الاحترازية اللازمة لمجابهة كورونا ومع إعلان وزارة الصحة القطرية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 460 وتسجيل 8 إصابات جديدة حيث أوضحت الوزارة أن إجمال عدد المتعافين 10 أشخاص فقط لتصبح قطر واحدة من أكثر دول العالم إصابة والأكثر على الإطلاق في الوطن العربي مواطنون أعلنوا عن غضبهم تجاه حكومة تميم بسبب ضعف الإجراءات التي تسببت في تفشي الفيروس في أنحاء البلاد كافة رغم قلة عدد السكان واتهم نشطاء الحكومة بالاهتمام بمصلحة تهران على حساب أمن وصحة المواطنين وعلى الجانب الاقتصادي أكد عدد من الخبراء أن الاقتصاد القطري يتلقى ضربات تمثل خطورة شديدة خاصة مع المعاناة خلال السنوات الماضية ليأتي فيروس كورونا ويزيد دقتين الاقتصاد بلا حيث أجبر تفشي فيروس كورونا على إعلان تفعيل خطة لاستمرار العمل بالبرسة القطرية رغم إجبار السلطات على التخلي عن نصف العاملين تقريبا حكومة تميم أصدرت توجيها عاجلا للصناديق الحكومية لزيادة استثماراتها في البرسة القطرية بإجمال مبالغ تصل لعشرة مليارات ريال الأمر الذي تسبب في استنزاف حاد للصندوق السيادي خاصة إذا ما تمت إضافة النفقات الخاصة بالجماعات المتطرفة ودعم الإرهاب الذي يتم بشكل غير رسمي وينفق من الصناديق السيادية ما يمثل خطورة بالغة على الوضع الاقتصادي في ظل انهيار أسعار النفط والغاز في العالم ترجمة نانسي قنقر